وجه وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعاء الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي اختتمت فعلياتها أمس بمسجد مصر ومركزها الثقافية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكد الدكتور جمعاء أنه سيتم رفع جوائز المسابقة القادمة الحادية والثلاثين إلى عشرة ملايين جنيها وتخصيص مليون جنيه كمكافأة للمحاكمين من الخارج والداخل في المسابقة